لا تزال أزمة التعديلات القضائية في إسرائيل تضرب بقوة فتعمق الأزمة السياسية وتزيد من حجم الاحتجاجات في الشارع وتقسم الجيش وتضر بالاقتصاد وتثير استياء الحليف الأمريكي واهتمام العدو الأبرز إيران استطلعان للرأي كشفا أن نسبة تأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تراجعت بسبب التعديل القضائي الذي دفع به اتلافه اليميني المتطرف وتوقع تراجع عدد مقاعد اتلافه الحاكم إذا قرر نتنياهو خوض انتخابات في الوقت الراهن يتي هذا فيما كشفت مصادر أن اجتماعات إيرانية عقدت على مستويات رفيع للنظر في أزمة إسرائيل وكيفية الاستفادة منها للنقاش ينضم إلينا من حيفا الكاتب الصحفي وافشتيرين وأرحب أيضا بضيفي من القدس الكاتب والباحث السياسي إلي نيسان أهلا بكما أبدأ معك سيد نيسان يبدو أن الأزمة ترهق نتنياهو وتخفض من شعبيته أليس كذلك لا شك أن كل الاستطلاعات التي نشرت في الأيام الأخيرة تشير إلى انخفاض في شعبية تنياهو وأيضا انخفاض في عدد المقاعد الذي يتمتع بها الليكود في هذه الأيام مع العلم أن عدد المقاعد الذي يكون انخفضها حسب الاستطلاعات العام التي نشرت في الأيام الأخيرة إلى 27 وحتى شعبية جانس اليوم تفوق بعدد لا يستهان به من شعبية نتنياهو ولذلك رغم النقاشات التي موجودة اليوم في الليكود أيضا حول حجة المعقولية وأيضا كما طرحها يوم أمس حزب يادوت التورا بكل ما يتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية وهذا الأمر أثار ضجة كبيرة ليس في الاعتلاف الحكومي وأيضا في الليكود ولذلك رئيس المزارة طلب إزالة هذه الفكرة وهذا الاقتراح من مائدات أو من طاولة الكنيسة ولكن الكل يعلم أن حتى إذا نتنياهو كما وعد اليوم في التقرير أو في التويتر أنه يريد التوصل إلى وفاق وطني حتى دورة الكنيسة الشتوية أعتقد أن القطار خرج من المحطة بمعنى أن هناك لا توجد اليوم ثقة بين نتنياهو وبين المعارضة بشكل خاص بين لبيد وبين غانس مع العلم أن قبل التصويت في الكنيسة كان هناك نوع من الليونة من قبل لبيد ولكن من تمسك بموقفه كان غانس ولكن القضية هي في الشارع حتى إذا كان هناك تفاهمات واتفاق بين المعارضة وبين رئيس الوزراء وبين الحكومة أعتقد أن الشارع لم يقبل بأي اتفاق لأن الشارع لا يعترف بشرعية هذه الحكومة وهو يريد إسقاط هذه الحكومة سيد شترين يعني كما قال سيد نيسان لا توجد ثقة بين نتنياهو والمعارضة الآن وقلت هذه الثقة تراجع للشعبية في الشارع بحسب على الأقل الاستطلاعات الأخيرة ما تأثير ذلك على نتنياهو وحكومته ليس أمامهم أي بديل أعتقد أن هذه الحكومة هي أكثر تطرفان أكثر يمينيا أكثر دينيا وليس هناك بديل فقط الخرديم اليهود المتزمتين يستطيعون تشكيل حكومة مع حلفاء آخرين ولكنهم ليسوا معانيين في ذلك هم متماسكين بالشراكة مع الكود ولهذا السبب أعتقد أن هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة التي قد تشكل من داخل هذه الكنيسة إلا إذا تنحى نتنياهو من أداء مهامه لسبب من الأسباب في فترة مستقبلية هذا ليس مطروحا حاليا ساعتها سنرى إعادة ترتيب الحلبة السياسية في إسرائيل ككل ونرى ربما لعبة سياسية جديدة حتى بدون انتخابات مبكرة في المرحلة الحالية هذه الحكومة متماسكة مركباتها مكوناتها متماسكة ببعضها البعض ليس أمامهم بديل نتنياهو دائما كان يفضل أن يكون لهدائيه بديل صديقي عزيزي إيلي نيسان يقول أنه ليس هناك ثقة وأنا أقول أنه لا أحد في البرلمان يثق في نتنياهو ويصدق نتنياهو حتى من شركائه هم لا يصدقون ولهذا السبب هم يضغطون عليه لتمرير هذه القوانين ويقولون له أنه في غياب القوانين هذه سينسحبون من الحكومة ولهذا السبب هو مضطر أن يقوم بما يقوم هناك من يقول أنه أسير في يد شركائه للحكومة بينما دائما كان هم أسرى في حكوماته السابقة سيد نيسان من أسير من؟ نتنياهو أسير في يد شركائه أم العكس كما قال السيد الشتيري أسمع سيدي أنا تبعت يوم عمس كل ما حدث في الكنيسة أنا استغربت الكثير من أن نتنياهو لم يأخذ زمام الأمور بكل النقاش الذي دار بين وزير الدفاع الذي أراد إيجاد التسوية بين الحكومة وبين المعارضة وبين وزير العدل الذي أصر على مواصلة التصويت لو أنا كنت محل رئيس المزارة قبل عملية التصويت كنت أطلع إلى المنبر في الكنيسة وأقول أنني أطلب إرجاء التصويت على مشروع حجة المعقولية حتى دورة الكنيسة الشتوية وأنا أأمل أنه خلال الأشهر الثلاثة يكون بإمكاني وبإمكان المعارضة التوصل إلى تسوية وتفاهمات إذا كان يتصرف عيش الوزراء بهذا الشكل اليوم طرحت هذه الفكرة لماذا لم يتم الأخذ بها؟ نتنياهو صحيح أنه بين المطرقة وسندان هو موجود اليوم بين المطرقة وسندان المطرقة هي بينكفير ووزير العدل وسيمحا روتمان وغيرهم والسندان هو وزير الدفاع مع الأسف نتنياهو رضخة لمطالب بينكفير وياريف لفين على حساب وزير الدفاع وأنا أقول نقطة مهمة اليوم على سبيل المتار ترحت في الكنيسة قضية فصل أو مشروع قانون يفصل بين المستشار القضائي للحكومة وبين المدعي العام للحكومة بمعنى المستشار القضائي يمكن أن يقدم مشورة للحكومة والرئيس الوزراء والوزراء والمدعي العام هو الذي يعتني بتقديم شكاوى ضد رئيس الوزراء أو ضد الوزراء طبعا المعارضة ربما ستعارض هذه الفكرة وأنا أقول لك بصراحة من كان صاحب هذه الفكرة صاحب الفكرة كان في حينه وزير العدل جدعون ساعر الذي يعارض أي خطوة التي يتم اتخاذه من قبل الحكومة وأنا أقول لك بشكل واضح الكثير من الأفكار التي طرحت في حكومة بينت وفي حكومة لبيد كانت مقبولة على الليكود اليوم عندما الليكود يطرح ما طرح في حكومة بينت وفي حكومة لبيد اليوم المعارضة تعارض على طول الخط كل الأفكار التي يطرحها ولذلك أنا أقول أن كانت هناك رغبة من قبل الليكود التنازل وكانت هناك انقطاع في المحادثات لمدة ثلاثة أشهر وكانت محادثات في مقر رئاسة الدولة ولكن المعارضة مع الأسف لم تستغل هذه الفترة ولم يتم التوصل على الأقل محل وسط صيد نيسان وضحت وجد نظرك سوصلوا إلى أي اتفاق لأنه أنا أقول لك هذا النقطة المهمة أن المشكلة هي أن لبيد وغانس يخضعون لإمرة من يقوم بالتظاهر والاحتجات في الشوارع هم يخشون من ما يحدث في الشارع ولذلك أم غير لكن في النهاية الشارع راهن على أنه سيمنع مثل هذا القرار سيد شتيرين وقال أنه لن يتم تمرير مثل هذا القانون في النهاية القانون مرر أين صوت الشارع الغاضب أين هذه الاحتجاجات هذه المقاطعات على مستوى المؤسسات الحكومية أيضا وحتى الجيش الإسرائيلي نعم تكويلة لما قاله إلي أعتقد أنه كان خطأا لو اقترب نتانياو وغانس واقترب لبيد من مواقف نتانياو لا يمكن أن تكون هناك صفقات مع هذا التوجه لا أحد يصدق نتانياو ليس هناك قيمة لوعدته ليس هناك قيمة حتى المفاوضات معه فيها ثمن في الجمهور الإسرائيلي وفي الشارع الإسرائيلي ولهذا السبب يجب الامتناع ليس فقط لأن هناك ثمن في الشارع وإنما لأن نتانياو دائما ينور في مثل هذه المفاوضات وهو ليس صديقا لكن في النهاية استطاع تمرير ما أراد تمريره رغم هذه الحشود الغاضبة على مستوى حتى المعارضة وعلى مستوى المؤسسات ومنها الجيش في النهاية استطاع أن يمرر وأن يستخدم ما يراه صلاحيات الحكومة وأنه يحقق توازن ضروري للسلطات صحيح هو استطاع في ذلك لأنه لديه أغلبية ضئيلة في البرلمان ولكن القصة لم تنتهي نحن مقبلين على فترة طويلة من اكتراحات مثل ما تفضل صديقي إيلي هناك الكثير من المبادرات لا أحد يمكن أن يصدق هذه الحكومة ونواياها هذه الحكومة معنية طالما في وقت التي فيها التحديات الكبيرة أمام إسرائيل من وجود حزب الله على أرض إسرائيل في الشمال واقتصاد وأسهمه منخفضة ونقل الأطباء تنقل الأطباء الإسرائيليين إلى الخارج وكثير الكثير الكثير من المجالات لا أستطيع أن نذكرها هم معانيين بالاستلاء على جهاز القضاء إدعافه إخضاعه للحكومة ولماذا؟ لأن هناك رئيس وزراء متهم بالفساد وتجريب محكماته وهو معني بإلغائها لهذا السبب نرى ما نرى هذه تحالف قوة لكن سيد شتيرين لماذا الإصرار على هذا القرار رغم الاحتجاجات الحاشدة بشكل غير مسبوك في إسرائيل والاعتراضات الشريسة من المعارضة وحتى المؤسسات الحكومية وحتى الاستنكار من قبل الحليف الرئيسي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية لماذا هذا الإصرار؟ سيد شتيرين تفضل الإصرار متأسف الإصرار هو بسبب مسالح مؤقتة محدودة سريرة جدا محددة جدا لنتانياو بشكل شخصي لشركه أيديولوجي داخل اللي كود ياريف لفين وزير العدل لشركائه المستوطنين الذين معنيين بإضعاف المحكمة لتوسيع المستوطنات والحركة الإسرائيل والخطوات ضد الفلسطينيين والخاردين من اليهود المتزمتين الذين معنيين بتقوية قوتهم السياسية لأنه ليس هناك حكومة في إسرائيل بدونهم على حساب التوزنات التي كانت موجودة مع الإلمانيين والتقوية المؤسسات الدينية أخذ المزيد من الميزانيات لإلهم تقوية المحاكمة الدينية هي الآن هم يفهمون أنه هذه هي فرصة ذهبية بنسبة لهم ولكن الجمهور العام العلماني الإيبارالي أكثر لا يتنازل ولن يتنازل أعتقد أنه بعد فترة نتانياو ولا عارفوا أين ما ستكون هذه الفترة ما بعد نتانياو سنرى أوضع إلى الورق والغاء وتعديل كل هذه القوانين السيئة في منها ربما إيجابية ولكن لا يمكن تمريرها بهذا الشكل بفرضها على الأقلية بفرضها بما أغلبية ضئيلة هذا خطأ كبير ونحن ندفع ثمان لأن كل ما يحدث الآن في إسرائيل ليس هناك إمكانية لانتعاش بسهولة منه القصة لم تنتهي كما يرى سيد شجرين سيد نيسان ما رأيك أين تمضي هذه القصة ما تأثيرها خاصة على نتانياو تحديدا وهل يمكن العودة في هذه القرارات التي تم إقرارها أنا أولا أريد أن أعقب على ما قاله زميلي يؤاب الإسرار ما معنى الإسرار؟ هناك حكومة منتخبة 64 عضو كنسة بمعنى أن إذا الحكومة أرادت اتخاذ أي قرار في الكنسة أو القيام بأي عملية وهذا الأمر لم يرق للمتظاهرين أو المحتجين في الشوارع بعدها يخرج كل هالمحتجين إلى الشوارع ضد الحكومة بمعنى أن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ أي قرار إذا كان قرار عسكري أو قرار اقتصادي لم يرق للمتظاهرين أمي يحاولون أن هذا دموقراطية لا هذا صحيح الدموقراطية قوية إذا كان مع حجة المعقولية أو بدون حجة المعقولية هناك مؤسسات دموقراطية قوية والمدينة التي تدخذ في كل شؤون الدوء الحكومة هي كانت السلطة القضائية السلطة القضائية هي التي تدخلت في شؤون الكنيسة وفي شؤون الحكومة وفرضت رغبتها الكنيسة المتخبة هناك خمسة عشر قاضية للسلطان هناك خمسة عشر قاضيا تم تعيينهم ولما انتخابهم وقاضي جلب قاضي بمعنى أن في لجنة انتقاع القضاء كانت هناك أغلبية للقضاء ولنقابة المحامين ولذلك هم اختاروا من يكون قاضي في محكمة العدل العليا بمعنى أن الحكومة لم يكن أي دور في هذا الموضوع ولذلك الحكومة اليوم فعلا تريد أن يكون هناك هناك الحكومة تريد أن يكون هناك طيب دعنا نستمع لرأي سيد يواف تعادل دعنا نستمع لرأي سيد يواف تعادل بين المعارضة وبين الاعتلاف الحكومي سيد وف تفضل هذه الرواية هي ليست رواية ديمقراطية عندما هناك قوة مطلقة للمنتخبين حتى لو انتخبوا عندما لديهم قوة مطلقة هذه ليست ديمقراطية القوة مطلقة لدى الحكومة موجودة في ديكتاتورة وليس في ديمقراطية في ديمقراطية وفي إسرائيل كانت هناك ديمقراطية حقيقية ربما ليس في كل المجالات مثل الدكتاتورة التي كانت في أحد بينها وتوفي أحد لبين الرواية من أفخر المحاكم في الآلم يا عيلي والكل يتطلع إلى هذه المحكمة ليفهم ما هي مكانتها وأهميتها أنا موافق بهذا الموضوع طيب لكن سيد يواف لكن الداعمين لنتنياهو سيد يواف يقولون أن هذه الحكومة تمارس صلاحياتها حتى وإن كانت وصلت إلى سدة رئاسة الحكومة بأغلبية يعني ليست مطلقة في النهاية هي تمارس صلاحياتها كحكومة وهذه هي الديمقراطية صلاحياتها هي ليست تدمير ديمقراطية هي ليست إخداع المحكمة لإلها يجب أن تتخذ قرارات مثل باقي الحكومات في إسرائيل تتعلق بالاقتصاد وحتى تتعلق بالعلاقات مع الفلسطينيين هم دايما بوسع المسوطنات فقط ليس هناك أي قرار بالنسبة للفلسطينيين إلا مؤخرا بدار تماركي ودار تعاربي ربما لتطوير حكل الغاز في غزة وإدخال الفلسطينيين إلى المطار وإلى آخره ولكن ولا أحد يمنعها من كل القرارات التي تطلقها لماذا تقهم القضية الفلسطينية وغزة بهذا النقاش أنا لا أفهم يقاف يقاف نبقى سيد يقاف وسيد نيسان في صلب الموضوع أنتقل إليك سيد نيسان كان سائدا أن يتم فحص قرارات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة وسلطتها من قبل المحكمة على ثلاث مراحل باختصار تبحث ما إذا كانوا يتصرفون بموجب الصلاحيات أولا وإذا ما تم قبول قرارات بإجراءات سليمة وشفافة وإذا كانت صلاحيات وقرارات الحكومة مورسة وفق القانون ما الذي لا يعجب الليكود أو الحكومة نتنياه أو نتنياه نفسه في هذه الصلاحيات الواقعية للمحكمة العليا باختصار ما رأيك سيد أولا أنا أقول يؤاف أن بعد أن هزمت المعارضة كان على الليكود أن لا يهين المعارضة بمعنى أنه أنا لم أكون مشجع ولم أحبت التقاط الصور السلفي التي رأيتها في قاعة الكنيسة بعد انتصار الليكود في التصويت على حجة المعقولية رغم أنه لك الأغلبية في الكنيسة عليك أن لا تدوس المعارضة لأن صحية المعارضة ضعيفة وهذه المعارضة اليوم تصرفت بنفس الشكل عندما كان في سدة الحكم بينت والابيد الآن نتنياو لا يخشى من محكمة العدي العليا في دقيقة سيد نيسان لم يعد لدي وقت نتنياو كان من المحبدين المحافظة على مكانة المحكمة العدي العليا وكما قيل من قبل يؤاف أن محكمة العليا لها سمعة في العالم أنها من أفخر المحاكم في الدنيا ولكن يترتب أيضا على محكمة العدي العليا أن تحترم مكانة الكنيسة تحترم قرارات الكنيسة تحترم قرارات الحكومة ولا تلغي قرارات الحكومة ولا تلغي قرارات الكنيسة ومن هنا طلب وزير العدي أن يكون هناك قرار بمعنى بحجة المعقولية أن كل ما تتخذ الحكومة وبعد الموضوع قرارات حكومية أو بشكل خاص في الحكومة أو رئيس الحكومة لا يمكن أن تأتي المحكمة العليا بأي تركيبة لها يمكن أن تلغي قرارات الحكومة لأن لا يمكن أن المحكمة تكون فوق الكنيسة وضحت وجد نظرك سيد نيسان وضحت سيد يواف في آخر سؤال لديك على المحكمة أن تحترم الحكومة والكنيسة هذه أساس المشكلة وتم ضبط هذه العلاقة بهذا القانون لا أكثر الإجابة الأخيرة معك حتى ننهي هذا الحوار المحكمة العليا تحترم كرارات الكنيسة وكرارات الحكومة وكرارات رئيس الوزراء ولكنهم في نظام ديمقراطي يجب أن يكون هناك إمكانية لانتقاد ما تكون به الحكومة هذا ما كان موجود في إسرائيل هذا ما يجب أن يكون موجود في إسرائيل ولا يمكن أن يأتي رئيس وزراء بأمور اجتماعية واقتصادية بأمور اجتماعية واقتصادية هناك مدانون في منهم بمخالفات جنائية في منهم بالإرهاب ويكونوا بإخداء المحكمة لإلهم ليس بأمور سياسية وهذا يعني تحطيم النظام الديمقراطي في إسرائيل والجمهور يقول لهذا لا حتى لو كان في يدهم أغلبية مكوناة لا 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 غير صحيح المعركة ستستمر هذه صحيحة هذا يؤاف أمور اقتصادية واجتماعية في ثلاثين ثانية سيد يواف إلى أين يتجه المشهد سيد يواف في أقل من عشرين ثانية إلى أين يتجه هناك مظاهرة جديدة ويوم السبت هناك مظاهرات أخرى ونرى أيضا خطوات إضافية تعلن حركة الاحتجاجية القصة لم تنتهي وإنما فقط في بدايتها يواف شيرن الكاتب الصحفي من حيفا ومن القدس الكاتب البحث السياسي إلي نيسان شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار أهلا وسأعلان